والآن إلى موضوع آخر تتوالى التقارير التي تتحدث عن تداعيات مشاركة منظمة حزب الله في الحرب السورية على قدراته العسكرية التي تضررت بشكل كبير وفق مصادر أمنية إسرائيلية تفاصيل أوفا في تقرير من عملي ترجح مصادر إسرائيلية أن حزب الله فقد ثلثا من قواته جراء مشاركته بالحرب في سوريا وذلك استنادا على ما نشره الحزب مؤخرا من تفاصيل عن مقاتلي الذين قتلوا في المعارك في سوريا يدفع بقادة مقاومة ومجاهدي مقاومة قضوا شبابهم ثلاثين سنة على الحدود مع فلسطين ليذهبوا إلى الحدود إلى سهل الغاب مثلا حيث استشهد أبو محمد إلى الحدود مع حما وإدلب واللاذقية وحلب حزب الله الذي يبلغ عدد مقاتليه نحو ثمانية عشر ألف عنصر تكبد في المعارك قرابة الألف وخمسمائة قتيل إضافة إلى إصابة خمسة ألاف من عناصره تصريحات الحزب هذه تتناقض مع سياسته المعتمدة في السنوات الأولى من الحرب الأهلية في سوريا حيث كان يتعمد إخفاء تفاصيل عن عدد ضحاياه هذا وكشفت مصادر ديبلوماسية لبنانية أن حزب الله يعتزم الانسحاب من الحرب السورية في سيناريو مطابق لما تقوم به إيران مؤخرا بسبب خسارته الكثير من مقاتليه ما اعتبره الحزب أنه سيضعف موقفه العسكري في حال اندلاع أي حرب جديدة ضد إسرائيل كلا المشروعين الصهيوني والتكفيري يردان الوصول إلى نفس النتيجة تدمير شعوبنا ومجتمعاتنا وأشارت المصادر أن موقف حزب الله يتزامن مع انضمام القوة الروسية إلى الحرب الأهلية السورية فبذلك رأت المنظمة أن تركز جهودها على إعادة تعويض الخسائر البشرية التي منيت بها فضلا عن الكلفة المالية المباشرة التي تحملتها لتمويل عملياتها يأتي قرار حزب الله مع المأزق الذي فرضه التواجد الروسي العسكري في سوريا وتفاهم موسكو ضرورة الإبقاء على حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي لاستهداف عناصر حزب الله والحرس الثوري في حال حاولت بناء جبهة جديدة في الجولان السوري في الوقت الذي تتحدث فيه التقارير عن غرفة عمليات مشتركة في سوريا بقيادة روسية لتنسيق المهام مع القوة الموالية لنظام الأسد يشكل تفاهم موسكو لاعتبارات إسرائيل الأمنية وعدم معارضتها استهداف عناصر حزب الله أحد التنقضات الأكثر غرابة في الحرب الأهلية السورية ترجمة نانسي قنقر